بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا طلاب وطالبات الصف السابع في مراجعة الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة ولكن أولاً إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضاً بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضاً إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكه وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضاً ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الروابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضاً أسفل الفيديو وبتمنى أنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيدكم كثيراً وعشان ما نطولش عليكو خلونا نبدأ التدريبات الإملائية نبين سبب كتابة الهمزة بهذه الصورة في الكلمات التي تحتها خطوط فيما يأتي الجملة الأولى قال تعالى متكئين فيها على الأرائك لا يرغن فيها شمس ولا زمهريرة في كلمة متكئين جاءت الهمزة متوسطة أي جاءت في وسط الكلمة وكتبت الهمزة المتوسطة على نبرة لأنها مكسورة ما قبلها مكسور أما في كلمة الأرائك كتبت الهمزة المتوسطة على نبرة لأنها مكسورة وما قبلها ساكن والكسر أقوى من السكون في الجملة الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله كلمة أقرأهم كتبت الهمزة المتوسطة على واو لأنها جاءت مضمومة وما قبلها مفتوح واتضم أقوى من الفتحة في الجملة الثالثة فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء في كلمة أشياء جاءت الهمزة متطرفة وكتبت الهمزة المتطرفة على السطر لأن ما قبلها ساكن في الجملة الرابعة ظننت المسألة سهلة في كلمة المسألة جاءت الهمزة المتوسطة على ألف لأنها مفتوحة وما قبلها ساكن والفتحة أقوى من السكون وفي الجملة الأخيرة سنطرد الاحتلال الجائر عن أرضنا جاءت الهمزة متوسطة في كلمة الجائر وكتبت على نبرة لأنها مكسورة وما قبلها ساكن والكسرة أقوى من السكون ننتقل إلى التدريب الثاني نكتب شكل الهمزة المناسب في الفراغ فيما يأتي المريض يأن من الألم الهمزة المتوسطة جاءت هنا على نبرة الجملة الثانية يسبح المسلم ربه في الصباح والمساء في كلمة المساء جاءت الهمزة متطرفة على السطر لأن ما قبلها ساكن الجملة الثالثة القراءة وذاء العقل في كلمة القراءة جاءت الهمزة على السطر ذهبنا في رحلة إلى شاطئ حيفا جاءت كلمة الشاطئ في آخر الكلمة على نبرة الجملة الخامسة تمت المؤاخة بين المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة في كلمة المؤاخة كتبت الهمزة المتوسطة على و لكل إنسان رئتان يتنفس بهما جاءت الهمزة متوسطة على نبرة السؤال الثالث نكتب مفرد كل جمع من الجموع الآدية أنباء مفردها نبأ وأجزاء مفردها جزء ورؤساء مفردها رئيس أضواء مفردها ضوء ورؤوس مفردها رأس ملاجئ مفردها ملجأ إذن نتذكر أن الهمزة المتوسطة تكتب بناء على قوة حركتها وحركة الألف الذي يسبقها أما المتطرفة فتكتب بناء على حركة الحرف الذي يسبقها أقوى الحركات هي الكسرة ويناسبها حرف الياء ثم الضمة ويناسبها حرف الواو ثم الفتحة ويناسبها حرف الألف ثم السكون ويناسبه السطر اختبر نفسك نبين سبب كتابة الهمزة في العبارات الآتية لجأ الصهاينة إلى المخابق شربت من بئر زمزم قلوب المؤمنين مطمئنة يملأها التفاؤل وبهيك أعزائنا طلاب وطالبات الصف السابع نكون انتهينا من شرح مراجعة الهمزة المتوسطة والهمزة المتضرفة نتمنى تكونوا استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء العزاء هيك بنكون انتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا انتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة احنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد اشتركوا في القناة